لكن عايزين نستهلها بالخبر المهم بإعلان النادي الأهلي رسمياً اليوم التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم في النادي لمدة سنتين بالإضافة للشهرين اللي باقيين من هذا الموسم وتم الإعلان عن المدرب الجديد بعد استقبال الكابتن محمود الخطيب له زي ما حضراتكم شايفين وحضر مستر ريكاردو سواريش للنادي قام بجولة في النادي وقاد المران باشموندس سريعاً بعد أول اجتماع وبعد الإعلان الرسمي قاد المران سريعاً هو الحقيقة ما فيهش وقت يضيع يعني هو جاي على الدنيا مضغوطة والمتشات وراء بعضها والتحديات وراء بعضها وإحنا قلنا إن الشهر ده حيكون حاسم في كل البطولات اللي بيخدها النادي الآن فإنه ينزل الملعب على طول هو طبعاً مؤكد متابع خلال الفطر اللي فاتت وطبعاً تفرق ضروري على المتش بتاع مبارح واستطاع أن يكون فكرة كيف سوف يبدأ يعني وفلسفته إيه لكن أنا أريد أن أعلق أستاذ إبراهيم على نقطة الحقيقة بس أنا لقيت الإجابة يعني يعني هو شمعنا مدرسة حنسميها المدرسة البرتغالية يعني يعني هل من جوسيف فتح الطريق أمام المدربين لبرتغال صحيح ده الفتح الأول ده جزء آه الثقة في المدربين للبرتغال أصبحت كبير تقريباً هو التوجه الأسرع والأسهل والأول والأولوية وكل حاجة صحيح فتكتشف أن أنت بتستند إلى الفتح الأول آه إلى البرتغال طيب هل البرتغال هي أقوى فرقة في الكرة في العالم؟ لا طبعاً لكن إيه اللي بيخليك تروح لها؟ الأنسب مش الأنسب هي اللي أنت تقدر تعرق تقول أن مشاكلها قريباً من مشاكلك ودي حاجة هتودهش له أنا لما جيت أتسلم إدارة التسويق فقلت أنا لازم أستلهم من تجارب الأندية إن أنا أروح أشوف الأندية اللي في العالم ماشي أزاي عشان ناخد النموذج اللي نقدر آآ يعني نمشي على هداه يعني فمن ضمن الأندية اللي روحت زورتها نادي بنيفيكا في البرتغال وقلت أن بنيفيكا ده يكسب بطولة أوروبا من يعني مستوى كروي فوق المتوسط ما كانش يعني كرير المدريد في أسبانيا مكتسح الدنيا فيروح بنيفيكا يلقينوا درس وياخد منه بطولة أوروبا وبعدين تكتشف أن عندهم لعيبة أفزاز الله ده 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 دي تجربة لازم نروح لشوفها فشفت شوات حاجات طبعا بيعملوا إيه والجي فويز والهدايا وبتتبعها إزاي واكتشفت أن المسائل عندهم أبسط مما كنت أتوقع أتوقعت أن أنا أشوف ألاقي حاجة علمية سوف أستكدت ومعقدة لكن ابتدت أقول لهم عندنا في مصر المشكلة واحدة أنا إحنا على فكرة بنعاني من نفس المشاكل يعني كانت ويروا أنهما مش دولة متقدمة كرويا زي أوروبا يعني دي نظرتهم لنفسهم ولكنها مليئة بالمواهب نفس مشكلتنا عندنا مواهب ولكن ما بناخدش منها أفضل شيء لأن إحنا مش عارفين فربما هذا القرب في الظروف بيخلينا ولذلك تجد لعبتنا بتنجح عندهم يعني في نجاحات يعني عبدالسطار صابري مثلا لما راح كان حدوتا بالنسبة لهم بس راحت لعبة كتيرة ورجعت برضو اللي فشل هناك فشل هنا سيبك من اللعبة اللي ما عندهش تعداد تحتارب دي لكن كوكا وهو راح عنده كم سنة وما هوش يعني أقوى في الروت في مصر بدليل أنه هو لحد النهاردة مش حاجز مكانه في المنتخب ولكنه أنجح نموذج احترافي راحل بورتغال مكمل فتركيا والبرتغال قريبين بس أنت مجربتش أنك تاخد مدرب تركيا حتى الآن لكن المدربين بورتغال جم بعضهم حقا نجاحات فييرا بمحزة مالك ومانو الجسي معنا والنموذج اللي دايما كان الناس شايفاه يحقق نجاحه ولكن لم يستفد منه فينجادا مثلا الراجل ده هنتكلم عليه بالتفصيل ويمكن كمان مش عايزين نخوض في تفاصيل كتير لأن بكرة فيه مؤتمر مهم وحيكون لك أنت حظ يعامل التغطية القناة هتزيع بكرة لتساعة واحدة ونصف جماعة على الهوى المؤتمر الصحف الأول لريكاردو سواريش في تقديمه للرأي العام والإعلام بكرة من النادي إن شاء الله طيب الجهاز الجديد سريعا بدأت تدريبات